نمر إلى موضوع آخر تستقبل ملبنة صمام ما يقارب 20 ألف لتر من حليب الأبقار يومياً مواجهة للاستهلاك وتغطية للندرة المساجلة في حليب الأكياس هذه الخطة الاقتصادية المعتمدة من قبل مسؤولية الملبنة لتشجيع المنتوج المحلي من حليب الأبقار والتقليز من فاتورة استيراد وبرأة وبدرة الحليب تفاصيل تأتينا في هذا التقرير لربح سائش ارتفع منتوج حليب الأبقار الذي يصل يومياً إلى ملبنة أميزور بواقع 20 ألف لتر يومياً وهذا بعد امتداد نشاط الملبنة في جمع المنتوج من مربي أبقار الحلوب عن ولايتي السطيف وتيزيوزو وإخضاعه إلى عمليات التحاليل لإزالة بعض المواد المؤكسدة قبل أن يأخذ طريقه للإستهلاك. لإستثمار في شعبة حليب الأبقار المنتج محليا. خطوة اقتصادية مضت فيها ملبنت وأميزور تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي وتعويض فارق الندرة في حليب الأكياس العادي.